المشاهير حاجة من اتنين يأم فلوسهم كتير يمفلسين وحالتهم صعبة والحقيقة إن النجومية مش فلوسه بس ساعاته مع المرض بيتطر الفنان إنه يحتاج علاج إنهم يساعدوني في العلاج لكن أنا عمد لله وشكري لفضله مصطور وأقدر أتحمل تكاليف العلاج ولكن في نجوم كتير بترفض إنها تشيل الدولة مسؤوليتها تحت شعار أرفض العلاج على نفقة الدولة وإن اللي محتاج العلاج ده ناس أكتر وملايين محتاجات وعلشان كده إنه جوم دي هتفضل موجودة في قلوب ناس كتير النجمة فاروق الفشاوي فعز أزمته وإصابته بالكانسر ظهر في التلفزيون وأعلن ده بصراحة وقال إنه زملائه الفنانين طلبوا إنه يتعالج على نفقة الدولة ولكنه رفض علشان يتيح الفرصة لمن لا يملك تكاليف العلاج من الفقراء فاروق الفشاوي قال في برنامج معكم إن الزملاء المخلصين تحدثوا مع وزيرة الصحة وهي مشكورة طلبت كل الأوراق علشان تتكفل الدولة بعلاجه لكني شكرتهم جداً وأشكر معالي وزيرة الصحة وأشكر الدولة على إنهم فكروا في علاجي وكمل كلامه وقال أن الحمد لله مصطور وأعرف أتحمل تكاليف العلاج وأسيب الفرصة لشخص معهوش تكاليف علاجه لكن الحمد لله ربنا قرمني ومصطور وأقدر رشدي أبازة كان في مستشفى العجوزة وبرضو ما كانش عارف خطورة حالته واللي كان عارف حالته الصحية كان أخوه الممثل فكري أبازة وامراته حياء مديل والنجمة نادية لطفي واللي كانت قارب الناس لرشدي أبازة وقتها الشباب أعلنوا عن استعدادهم يهبوا أي جزء من جسمهم لرشدي أبازة لو شفاء لي ولكنه رفض وقتها وكمان رفض العلاج على نفقة الدولة أو حساب النقابة أو أي هيئة وإدى الأخوه شيك مفتوح علشان يتمكن من علاجه النجمة سعاد حسني رفضت العلاج على نفقة الدولة وده اللي أعلنه فاروق حسني وزير الثقافة والسبب إنها كانت بتتعالج في لندن على حسابها الشخصي وكمان النجم نور الشريف اللي رفض العلاج على نفقة الدولة وأصر على الصفر للخارج على حسابه الشخصي لتلقي العلاج الكماوي وكان بيفضل إنه يتعالج في مصر وما يسفرش البرة الفنانة زينات صدقي على الرغم من إنها قبلت الرئيس السادات في آخر أيامها وكانت حالتها مش في أحسن وضع إلا إنها رفضت تطلب منه حاجة جير إنها تأدي فريدة الحجة وفي آخر أيامها ومع التعب اللي شد عليها بسبب متاعب في الرئة والقلب نصح المقربين منها إنها تتصل بالسادات اللي كان معاها التليفون الشخصي ليه ولكنها رفضت العلاج على نفقة الدولة وقالت إن في ناس كتير تستحق عنها والسنة اللي فاتت الفنان محمد الحلو مر بزروح صعبة وكان منها إنه تعرض لإنسادات في شرايين السقين وقضع وقتها لجراحة دقيقة وابنه قال وقتها إن والده رفض العلاج على نفقة الدولة بالرغم من عرض نقابة المهن المسيقية وكمان وزارة الصحة لتحمل نفقات علاجه لكنه أكد إنها مصطورة وعلى الناحية التانية في نجوم كتير اتعالجوا على نفقة الدولة ومنهم الفنانة مزيحة يسري اللي كانت آخر الفنانات في تلقي العلاج على نفقة الدولة وده بعد ما هددتها المستشفى بالضرد بسبب تكاليف العلاج وقتها رئيس الوزراء شريف إسماعيل أنقذها وكمان تم نقلها لمستشفى المعادي العسكري وعلاجها على نفقة الدولة وكمان اتعرض الفنان سيد زيان لأزمة صحية جديدة وده كان سبب إنه لازم يتعالج في ألمانيا وكان ساعته على نفقة الدولة واعترف إنه لولا العلاج كان زمانه في عداد الموتى ومن بعده الفنان طلعت زكريا اللي تعرض لأزمة صحية صعبة جدا وفشل الأطباء في علاجها أو تشخصها وقتها قرر مبارك في 2009 مساعدته للسفر للخارج وتلقي العلاج على نفقة الدولة والفنان يونس شلبي اتعرض لأزمة صحية جديدة بعد مشواره الفني الطويل وملاقاش مساعدة من حد في مصر فاضطر وقتها للعلاج في السعودية وزوجته هي لطلبت علاجه على نفقة الدولة بسبب عدم تحملهم للمصاريف وقتها استجابت وزارة الصحة اشتركوا في القناة